السلام عليكم اهلا بكم حلقة جديدة مع اسامة نتناول فيها اهم اخبار النادي الاهلي وقرة القدم المصرية ولكن كالعادة بنبدأ بالدعاء لاهلنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم اثبتهم اللهم ايدهم يا رب العالمين وكذلك الدعاء للأستاذ العامري فاروق بالرحمة والمغفرة هو جميع موتانا يا رب العالمين والحقيقة هناك رسالة واضحة جدا لتواصل النادي الاهلي واستمرار التواصل مع عائلة العامري فاروق عجبني جدا 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 وجود دكتور خالد العامري ودكتور هشام العامري اللي كانوا شاهدين النهاردة على فوز لعبي النادي الاهلي وفريق كرة اليد بالنادي الاهلي على فريق سموحة المباراة الثالثة على التوالي لتصدر جدول ترتيب طبعا ترتيب مبدأي ولكن وجودهم كان مهم جدا واي حاجة تيجي من رياحة العامري فاروق بتكون جميلة جدا فارب رحمه اخبر لي يا رب العالمين وبارك في اشقاءه اخواته يا رب العالمين ودايما وابدا كده النادي الاهلي رسائل جيل وراجيل متواصل ويكمل مسيرة اسم اخر سببه نروح لاخبار النادي الاهلي اللي ما فيش راحة كان في راحة بالامس خلاص فالنهاردة بدأنا تدريبات صباحية وسام ابو علي بدأ التأهيل او بيكمل التأهيل ان شاء الله يعني يلحق قريبا بالتدريبات الجامعية للفريق على المقابل ديانج بيعود بعد الراحة الاجبارية اللي خدها بالامس للتدريبات والمشاركة في التدريبات الجامعية استعدادا للمباراة الهامة والمرتقبة امام شباب الوزداد وليه هامة ومرتقبة انا ما بحبش الاعب فريق جزائري او مباراة افريقية بعد توقف طويل لان انت مش هتكون مالك اوي اوي مستوى فريقك عامل ازاي في وقت عصيب زي ده في مباراة بترمي ثقلك على حارس مرمى واعد وان شاء الله يتقلق ويثبت جدرته بيعني الزودة عن مرمى النادي لها لثقة تفيه كبيرة جدا كوفا او مصطفى شبير ولكن انا الان من نهاي السوبر اللي تم مع اتحاد العاصمة الجزائري كن راجعين بعد معسكر وما كناش في الفورمة ومباراة لو تعادت عشر مرات الاهل هيكوز بيها العشر مرات من وجهة نظري الشخصية لان كان المؤشر في الهزيمة مش قوة اتحاد العاصمة الجزائري بقدر ما هو مستوى النادي الاهل اللي ما كانش لسه دخل في فورمة المباريات عشان كده انا اتمنى النادي الاهلي في الفترة المقبلة يعني يكون الصورة مغيرة زي ما ختمنا قدر الامكان نبدأ ب70-80% من مستوىنا اللي قدمناه في كأس العالم للاندية وان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي ونقدر نخرج باربع نقاط من المباراتين اللي هيكونوا خارج ملعبنا سواء مع ميدياما او مع شباب بلوزداد اللي الاتنين بينهم اسبوع واحد فقط لغير ربما مباراة طلاقة الجيش تلعب وربما لا تلعب انا انتظر لسه القرار ولكن انا بالنسبالي يعنيني في المقام الاول مباراة شباب بلوزداد لانها تبدأ ان شاء الله تكون بداية الانطلاقة لبداية الموسم احنا اعتبرنا اللي فات ده انا اعتبرته موسم انتهى وقدت فيه برونزيت كاس العالم وصوبر وفقدت بطولة صوبر افريقي ودوري افريقي فنبدأ نكمل كانه موسم جديد ان شاء الله وباذن الله النادي الاهلي يحصد كل البطولات لكن القصة في التأجيل مباراة الجيش من عدمها مرتبطة بانت هتنهي الدوري امتا وهتفنش المسابقات المحلية امتا في الظل تواجد منتخب مصر اللي بيحاول حسام حسن ياخد ايام اخرى عن الايام الدولية في معسكر مارس وعاوز ياخد اربع ايام اكتر يمكن هو يبدأ المعسكر يوم 18 ليوم 28 هيلعب مباراتين يوم 22 ويوم 26 هو عايز ياخد من يوم 14 وده هيؤثر بالتأكيد على مسيرة المباراة المؤجلة في الدوري واعتقد ممكن يواجه ده بعدم القبول بشكل كبير جدا ربما ده يحدث ولكن في النهاية مباراة كأس مصر هي 13 مارس طب هل هتلعب مش هتلعب طب هل هتلعب في السعودية بالفعل في مفاوضات ان المباراة تقام في السعودية وفي حالة اقامة المباراة في السعودية فيكون في احتمالية لتغيير موعد المباراة لان 13 مارس ده يكون في رمضان فهل السعودية هتنظم بطولة نهاية كاس مصر في رمضان ده سؤال اكيد اكيد هنتكلم فيه او من الاخر كده الرياض السعودية هتوصي بموعد مباراة على اتحاق كرة القدم المصري اذا اردت تنظيم النهائي في السعودية طب احنا بننظم ده ليه عشان يكون هناك دخل الاتحاد المصري لكرة القدم طب انا رأيي انا ايه بلاش رأيي انا عشان الناس تبدأ تفتكر ان انا واخد الامور على سدري اوي انا بالنسبالي كاس مصر ده البطولة الاعرق كاس مصر ده بالنسبالي النهائي يكون في القاهرة ده بالنسبالي لكن بالنسبة لمتطلبات العصر قلنا ماشي السوبر وتعمل باربع فرق وكان شكله صريف جدا وسوقناه اربع سنين في الامارات وحاجة جميلة جدا وكاس مصر بصراحة بيملك الحقوق والاتحاد فالاتحاد واعي في ازمات مع المدير الفني روي فيتوريا المحامي هو هاللي يتولى المتفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة القدم الراجل انتها تقلقته بالمنتخب المصري ولكن يتبقى فلوسه والشرط الجزائي اللي هو مش هيسابهم بشكل كبير ربما يتفاوض الاتحاد اما على امرين تقسيط المبلغ ده على دفعات او يعني الالتزام بسداد المبلغ ده حين وصول مكافئة مشاركة الملتخب المصري في هون افريقيا من الكاف اللي هي بتعادل 800 الف دولار اللي تقريبا الاتحاد المصري لكرة القدم هيجبها من الكاف يديها في ايد روي فيتوريا طيب بما اننا اتكلمنا عن المباراة دي او مباراة نايا الكاس ولسه ما نعرضش مواعدها على حسب الاتفاق مع الجهات السعودية المسؤولين في الرياضة السعودية فاكيد هنروح للكلام اللي انا اتكلمته عن حلقة حسام حسن بالامس ومحمد صلاح واللي 80-90% كان الحمد لله القراءة رايحة في السكة دي ان المدير الفني يبقى مدير الفني واللعب مهما كان اتكمته فلابد ان هو يبقى عارف ان تمثيل منتخب مصر شرف كبير في ناس اتهمت محمد صلاح انه بيتدعي الاصابة اعتقد الامور اصبحت واضحة جدا لان كلوب كمان طلع يتكلم النهاردة وقال ان صلاح بعيد عن براد بيرني برغم ان هو كان ممكن ياخد جزء من البراء لا ده قال اوده او اتمنى ان هو يشارك معنا في تقربات الجماعة الاسبوع القادم فالناس اللي كان بتدعي ان صلاح كان بيتدعي الاصابة وطبعا على رقصهم كابتن ابراهيم سعيد عليهم التقديم اللي اعتذار للمتابعين الناس اللي كان بتدعي ان الشناو كان بيتدعي الاصابة وعلى صوم رضا عبدالعال عليهم بتقديم اللي اعتذار يا جماعة فيه ناس بتطلع تتكلم وتقول معلومة مغلوطة وما بتحاولش انها ترجع تعتذر مرة اخرى وتعتمد على ان ذاكرية العوام ثلاثة ايام او بتعتمد على انها بتخاطب سمك وذاكرية السمك سريعة جدا للنسيان وانا بحيبش ده الحقيقة ده انا كنت هطلع تأذر عن الخبر لما نفيته واكتشفت ان انا كنت صح ما كنتش غلط وان الكلام حقيق وحصل سوق فهم بدليل ان حتى البعض اللي روج لفكرة ان امير التوفيق برا ومدير التعاقدات دلوقتي بيتحدثوا عن فكرة استلام امير التوفيق لملفات تجديد معامر صفلايا وعلي معلول فالقصة اتمنى يكون فيه نوع من انواع احترام المشاهد لكن الاهم من احترام المشاهد هو احترام هيبت كرة القدم المصرية وده اللي انا بتكلم عنه بفكرة ان انا قلت ان حسام لو راح انجلترا هيبقى فيه نوع من انواع الخضوط للضغوط اللي عليه من اجل لعب مهما كان قيمة اللعب اللي انا بحبه لعب مهم جدا في تاريخ مصر ولاعب مفيش محترف جاء في تاريخ افريقيا زي محمد صلاح وبتمنى له التوفيق وبتمنى له يكسر كل الارقام كسام على ليفربول عشان بس الناس تبقى فهمة الفرق بين النقد في الموقف والقصة من الشخصية من الشخصانة خالص الاقي حسام حسن بعد ما قلت وتسعين في المهم الناس اتفقت مع انهم ما يروحش انجلترا ويتم العدول عن الامر ويتم التعامل من خلال تقدير محمد صلاح داخل معسكر المنتخب ككابتن منتخب وكابتن منتخب يقدر المدير الفني ونبدأ صفحة جديدة ألاقي حسام بيحل المباراة والدية اه كامل احترام وتقديري بقى للناس اللي طلع بالمشروع السعودي ده السماء ده برضه مش معناه ان انا ضد اي حاجة مرتبطة بالمملكة العربية السعودية ولا الشعب السعودي اطلاق لكن في النهاية انا راجل باحترم هوية المصرية وراجل بشوف بشوف عندي قناعات ان احنا اللي لنا الرياضة في كل شيء والفكرة مش قصة ماديات وانا بالنسبة لي مثلا مش شايف مبرر خالص لاندر تيكر يجي يقدم او يشيلي الكاس اللي شو طب هل ده هل ده له مردود على الرياضة السعودية ما شفتش في منتخب اسيا او في منتخب منتخب السعودية في منتخب اسيا بس حتى لمراحل متقدمة ما شفتش المردود ده فبالتالي الناس اللي هم عندهم نزع لتطخيم المشروع السعودي يا ريت تيهدو برضو شوية يهدو شوية يا سيد ما تيهداش انت شايف هو يضاهد دور الانجليزي خلاص وشايف ان هو فير بليه تماما وشايف ان اللي بيترمي في الدور السعودي من صندوق السسمار لاربع اندية ده طبعا للقوانين الاتحاد الدولي عادي جدا وبيعود على الاندية دي الاكتر وما فيوش اي نوع من انواع التدخل الحكومة على الاطلاق ملناش علاق انت شايفه حاجة كويسة جدا لكن انت كحسام حسن المدير الفني المنتخب مصر رايح تعمل ايه انا اتفهم ان انت تروح بطولة رسمية اتفهم ان انت تروح مقدر معزز بكم تبك اسطورة لكرة القدم المصرية والافريقية زي ما انت رايح دعوة لنهاية امم افريقيا رايح مباراوت دي يا ليه انا اتمنى ان يكون كان فيه اتفاق مسبق قبل ما تعرف ان انت مدير فني المنتخب مصر والتزامن بالكلمة والمبلغ المالي اللي انت تقضيته على تحليل هذه المباراة ان خلاص دي مباراة رحتها وقضيت واخدت اجرك وقضيت المهمة والتزامت بالكلمة اتمنى بقى مش هكلم انا اتحاد الكورة واقول له ما ينفعش حسام المدير الفني المنتخب المصري يروح يحلل مباراة في الدولة السعودي لان لو اتكلمت اتحاد الكورة هيقول طب ما كان اتحاد الكورة نفع نفسه لان كابتن حزي الإمام نفسه عضو اتحاد كورة الكورة المصرية واحد اساطير نادي الزمالك عادي جدا وهو عضو في اتحاد كورة الكورة المصر كان بيشوف المقارنات اللي بتحصل زي وليد الفرج مثلا عن الكورة السعودية والكورة المصرية وهو اللي بشكل رسمي مانود بي مالف لكورة الكورة المصرية كان بيروح يحل المباراة فانا فاهم ان كل الناس بتبحث تحت الضغوط دي لزيادة الدخل وزيادة التأمين للمستقبل ومستقبل للمستقبل والمستقبل بها دي الله أنا فاهم ده كويس لكن يا جماعة لو أنتم مش قادرين على عمل التطوع ده سيبوه سيبوه روحوا اشتغله في الاستواليات التحليلية لكن أنت لما تشتغل عمل تطوعي إذا اعتبرنا أنه عمل تطوعي لأن أنت بتاخد شهرة وشعبية جارفة جدا ومسؤول عن ملف رياضة في مصر ده شيء مش قولي يا سيدة أنا اعتبره عمل تطوعي تفرغ له يعني ما تدخلنش في التناقض ده بالله عليك فأروح أكلم مين عشان أقول يا جماعة حفظوا على هوية الرياضة المصرية حفظوا على شكلكم يا جماعة يا جماعة القصة ماينفعش يكون المدير الفني المتقب المصري بيتاخد من إيديك كده في الملعب ده بغض النظر عن شكل ميدو السازق يعني شكل السازق مش ميدو السازق شكله كان سازق جدا في قصة أن أنا رايح مقبل جدا وفي نهاية طبعا إذا أنت بقى أنا يا أخوة حسام حسن وطبعا بدأ يتقال كلام أنت مين اللي معاه حسام حسن ومش مين اللي معاه حسام حسن فرجاءا يا كابتن حسام يا كابتن حسام أنا حذرت من مصير حسام البدري وبحذر تاني من مصير حسام البدري لكن بحذر أهم من كل ده يا جماعة اللي مسؤول عن الرياضة المصرية لو شايف أن الرياضة المصرية عبثية وفيها تخبط كتير وفيها فساد كتير ولا طاليف بإسمه وبإمكانياته لا يتحدث عن الرياضة المصرية ويروح مشكورا يتحدث عن الرياضة السعودية بكل الإنجازات اللي فيها وعدم أي خرق لأي قوانين أو لوائها يروح لكن ما ينفعش الرياضة تتسحب مننا بأشخاص مش مقدرين قيمة مصر والرياضة المصرية يا سيدي أنا اعتبرني أنا راجل مريض اعتبرني كده أنا شايف أننا مازلت عندي كوادر بشرية تقدر ترجعنا تاني أننا يكون لنا الرياضة سواء في المجال الرياضي أو المجال الفني مش قابل أنه يتسحب مننا كده مش قابل ده ومش قابل على أن الناس تكون وهي مسؤولة والموضوع ما تتحلها عادي لا يا عامل لو أنت قد المسؤولات دي مسؤولية ده شكل المدير الفني المنتخب المصري يروح بطولات رسمية تابعة للفيفا يروح زي كان كده هيربي نرانر لما كان قاعد في المقصورة معزز مقرم هو كان المدير الفني وما زال المنتخب السيدات الفرنسي قاعد ببرستيج ووضعه قاعد ببرستيج ووضعه أنت المدير الفني المنتخب مصر أنت حسام حسن لو نسيت دي ما تزعلش من اللي جاي ده أنت فيه ناس أصلا مترصدة أو منتظرة فشلك ليه؟ لأن ناس عارفة أن أنت وإبراهيم حسن مع حزم إمام مش قلطة في حاجة وسيطرت حزم إمام على المنتخب اختفت بتعيين حسام إبراهيم حسن بكلمك من الكواليبس اللي المصرد الناس عارفاها وبالتالي كل الناس اللي أنت تشايفها بتدافع عن حزم إمام هي مستنعة أن أنت تفشل عشان يتقل لك إيه قادي يا سيدي حزم طلع بره الليلة وجبت حسن وإبراهيم حسن الأساطير اللي كانوا بيحلموا بتدريب منتخب مصر وفشلوا فما تساعدش الناس دي وبلاش عام تساعد الناس دي أو ما تساعدش الناس دي حافظ على هيبة منصب المدير الفني للمنتخب المصر أنا عارف أن فيه انتقرات تتيجى على الكلام ده سنة لا يعنيني أنا دايما بقول الرأي الحر اللي هو ضربته وأنا شايف من وجهة نظري أن كل حاجة في مصر رسمية تستدعي الهبة كل حاجة تاني في مصر رسمية تستدعي الهبة أنا مختص بالحديث في المجال الرياضي فأنت لما تكون عضو اتحاد كرة مصري لازم تبقى عارف أن أنت عضو اتحاد أقدم من دول لازم تبقى محترم ده لو أنت شايف أن المجال الرياضي المصري ده مجال عبسي وسيء وغير منظم وفيه فساد واق واق ما تشتركش فيه ما تخشش تاخد صفر رسمية فيه سهل أو بسيطة لأن الناس تقول لك يا عم ده بيعمل عمل عام وتطوعي لا محدش بيجيبك هو مش إجباري هو مش الجيش هو أنا مش بجيبك من البيت أدخلك الجيش لا حضرتك أنت اللي بتروح وبتقدم أوراقة رشوحك وأنت اللي بتسع أو أنت وأنت 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 فلو ما قدرتش المكانة دي خلاص سيبه لو ما قدرتش مكانة قعار واتحاد كرة مصري لو ما قدرتش مكانة كمدير فني المنتخب مصري لو شايف أن ده يا سيدي قليل سيبه بس سيبه لغيرك سيبه بقى الناس يكون عندها الحماس والروح والإصرار أنها تصلح مع أفساده الآخرون لكن هنفضل نخلي ده قعدة كده وانت عارف كويس قوي أن ده أمر ممنهج هو هتقول لي أن انت مش عارف هو هتقول لي أن مات حتشلبي واللي بيعمله ده مش ممنهج لما يطلع يكون مجهز حاجة الإمام عشور عشان يقولها في احتفال لا في ماتش ودي وقول لك لا يا جماعة كرة القرم السعودية لا تكرم بكرة القرم السعودية طب 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 لا ده أنت اللي عايز كفتك تطب طب طب طول الوقت طول الوقت منذ 2018 وانت بتبحث عن أن كفتك تطب وميزان ورصيد البنك يفضل على طول بالدولار عمران سيدي ما عندي لاش أدنى مشكلة من ده ما عنديش حتى مشكلة أنت عندك دونية تجاه كرة القدم المصرية وانت بتطبل بالشكل ده لكن لازم تبقى فاهم أن النادي الأهلي واحده لما قابل عندها سعودية بكل القيمة التسوقية وما دفعه من أجل جلب المحترفين في بطولة رسمية بيشوف على الفيفا الفيفا النادي الأهلي إيه ده الهيلة أربعة إيه ده التحق جده ثلاثة نادي الزمالك بكل معاناته اللي بيعانيها واللي بيمر بيها من خلال مجالة الدرات المتعاقبة اللي مش عارفة قيمة نادي الزمالك بيروح يلعب بطولة عربية النصر بيتعدل معاها في الديها الستة وتمانين وهو كان متقدم عن النصر بيروح يلعب بطولة وديقة أو مباراة وديقة مع أهل جده بيفوز بسلسية فخليني أصدقك وأنت عايز تضخم في كرة القدم السعودية الابن البنسبة يعني أنا أتمنى لكرة القدم السعودية والمغربية والتونسية والجزائرية وأقول للمنتخبات العربية النجاح والتفوق لكن ما تمناش أشوف المتملقين كتير بحبهمش بحبهمش الحقيقة خاصة بقى لما لاقي تعليق على جول سالم الدوسري بيدرب كم شهر بس لقى يقول له اه ده أمام عشور لما عملها في المنتخب جالوا ارتديك في المخ نط على قدك يا أمام مبلاش كلمة نط على قدك يا أمام لأن أمام بيرد على الناس دي أمام هيطلع يديك واحدة زي ما ده للهجاص وتكلموا في النط فموضوع صعب جدا فأنت الداخل طوله نط على قدك يا أمام يا رجل ده كان لاعب بيمثل منتخب مصر اللقطة لم يراها أحد غير اللي كانوا موجودين في المعسكر فأنت إزاي مجهز الرابط ده لا الرابط ده ده جاهز ومتعمد ومقصود وبيتلاعب على الصورة الزهنية للمتلقي واحنا للأسف بعض المتلقيين مننا ماشيين في السكة دي ماشيين في سكة الإشادة بما يحدث في الرياضة السعودية برغم ان انا وجهة نظري شايف ان ما عملتش حاجة انا 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 جيت لو اربع عندية اديتهم مليار في النهاية بقى اربع عندية ايه هل ده فرق مش فرق انا وجهة نظري بس مش هتدخل في الشأن الخاص بالاندياء السعودية لكن الناس بتنسى الكلام ده كله يا سيدي هو حلو وكويس انا دخل انا ايه كامام عشور انا دخل ايه كلاعب منتخب مصر لما يكون مصري ما هو مصر ما اخذش لسه الجنسية كابتن متى هاتشالكه ويطلع بالكمية الدنيا دي للرياضة المصرية ولاعب من وجهة نظري من وجهة نظري مع كامل احترامي بقى الاسيا كلها اصلا مفيش خط وسط في اسيا زي امام عشور عشان تتكلم وتقول له نط على قدك يا امام لان الحياة امام قده كبير قوي امام عشور قده كبير قوي ولاعب يقدر يلعب في اعلى ليفل في كرة القدم في اي مكان في العالم قناعة انا الشخص اكد فانت كمان مش عارف قيمة اللعب اللي عندك اسأل عليه اسأل عليه جماهير الاندية الاوروبية اسأل عليه مدربين الاندية الاوروبية لما شافوه لبدع مطشاط بس فوق ما افرك قالوا عنه ايه لا امام قده علي قوي قده علي قوي واعلى منك ومع كامل احترامي وتقديري لكل نجوم الوطن العربي امام مصنف من وجهة نظري وقته كموهبة وكامكانيات اه تاريخ لسه اه تاريخ لسه لكن هتتكلم موهبة وامكانيات لا مصنف ومصنف بقوة ويقدروا اللي يفهم كورة مش اللي يفهم طابلة دي نقطة كانت مهمة جدا نتكلم فيها على الجانب الاخر بعض المواقع الكبيرة اللي بتغطي اي حاجة سلبية على نادل اهلي تجاهل التصريح احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الا انا ربما اكون متفق معاه على فكرة اه ادارة الاندية لكن مش متفق على الاطلاق في المصطلحات الاستخدامة يعني ايه لم يقولك بعض الجمهير بخاطب جمهير نادل زمالك هاجة وماجة وصالة وجالة وعمل هاشتاج لدعم لعب معين واتولنا لعب معين اخر تمانية واربعين ساعة ده مش بس كده سيبك من استخدام هاجة وماجة وعمل هاشتاج لا ده قالك ومعظمهم لو شافوا اللعب اصلا مش هيعرفوه يعني اتهام للجماهير بالجهل والغوجائية والعشوائية وكمان هاشتاجات بدون وعي ده بالنسبالي بالنسبالي امر مش احنا اللي نقف عنده الحقيقة الاهلوية ده المفترض اللي يقف عنده مجلس دارة نادل زمالك اذا كان بيحترم حقا جماهير وما يتكررش الامر ان رئيس نادل زمالك كان بيكلم جمهير نادل زمالك بتعالي وبالفاظ بذيئة وخروجها عن نص لكن كان مهم يبقى كمان لما يجي شخص متحدث رسمي يعني يكون حريص على انه ما بيتكلم بشكل وضع يعني بيتكلم بشكل فيه مهذب يعني ممكن يقول يا جماعة يعني مع كامل احترام وتقديري للجماهير والرغبات للجماهير هناك مجلس ادارة قادر على ادارة هذه الملفات وفي النهاية مجلس ادارة هو من سيحسب على هذه الملفات هل كان ممكن اي حد عاقل يختلف مع الكلام ده انا وجهة نظري هتبقى شجاعة جدا من المتحدث الرسمي في احترام وتقدير للجماهير ودورهم وفي احترام وتقدير للمجلس ودوره اللي هو يحسب على ده لكن فكرة ان انت تقلل من شأن جماهيرك بالشكل ده هاجة وماجة وعمل هاشتاج وكمان بجهل ان هما لو قابلوا اللعيبة دي ما يعرفوهاش ده امر صعب جدا جدا وربما يكون اتهام خطير جدا لجماهير نادي الزمالك لكن مش عايز اطول عن كده اتمنى بس الناس يعني هبطر اتكلم في وقت من الوقات عن فكرة الهوية المصرية يمكن متمسك بيها الى حد بعيد اتمنى اننا يعني نقدر ذاتنا بشكل افضل من كده والله والله محتاجين نقدر ذاتنا بشكل افضل من كده لان صدقني انت لو ملكش هوية قوية وما عندكش قيمة على ارض الواقع كوادر بشرية ما كانش اتدفع فيك والله لا الدولارات ولا الريالات بس انت قدر ذاتك بس لكن هو النادي الاهلي ودايما يبقى لنا النادي الاهلي يا رب منتصرا يبقى النادي الاهلي فوق الجميع ويبقى جماهير النادي الاهلي العلامة المضيئة التي لا تبع ولا تشترك سلام